شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان وليعهدي أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين في مجلس محمد بن زايد المحاضرة الرمضانية الرابعة بعنوان تأثير التجارب المبكرة على نمو الدماغ التي ألقاها البروفيسور ديمتري كريستاكيس بروفيسور الطب الأطفال بجامعة واشنطن كما وشهد المحاضرة سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى وليعهدي أم القوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي وليعهدي رأس الخيمة وسمو الشيخ منصور بن زايد آل انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل انهيان رئيس ديوان وليعهد أبو ظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل انهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الشيخ انهيان بن مبارك آل انهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة